وإذا نزل عيسى عليه السلام لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ومسلين ولذلك نحن نقول لهم لا عيسى عليه السلام ثبتت النصوص بنزوله و هي صحيحة وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك واعلموا جميعا أن عيسى لن ينزل برسالة جديدة وإنما سينزل تابعا لشريعة الإسلام سينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ليحكم شريعة القرآن الكريم الدرس الثالث المستفاد من نزول عيسى عليه السلام أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل منها إلا الدين الإسلامي الوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الأديان اليوم كثيرة متوافرة عيسى عليه السلام عندما ينزل سيقضي على كل هذه الأديان وسيبقى على دين واحد وهو دين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فإنه يكسر الصليم وهو رمز النصرانية ترون النصارى عندما يخرجون تجد في أيديهم الصليم برمز من رمز النصرانية عيسى عليه السلام عندما يسنزل سيكسر الصليم صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير وقد حرم أكله الإسلام وقد حرم الإسلام وأكله ويضع الجزية فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية لا يقبل عيسى منهم الجزية لأنهم لا بد أن يؤمنوا ولا يقبل منهم إلا الإسلام ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليم ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام لن يبقى إلا دير الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام الدرس الثالث الذي نستفيده من نزول عيسى صلوات الله وسلامه عليه في نهاية الزمان عموم الرخاء وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان وردت نصوص صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت بوجود بركة عظيمة جدا في ذلك الوقت وأمن كبير للغاية يسود البشرية وينعم الله به على العباد وتنعم به البلاد وترفع الشحناء والتباغط بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى ومن النصوص التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة وهو في سنن بن ماجة وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة يعني لا يأخذها سيفيض المال الناس ليس بحاجة إلى مال فيترك الصدقة صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لا يسعى على شات ولا بعير يعني لا يحتاجون الناس إلى مثل ذلك قالوا ترفع الشحناء والطباغ وتنزع حمة كل ذي حمة الحمة هو العقارب أو الحشرات أو الدواب ذات السموم عموما الله عز وجل يرفع سمومها منها فلا تفعل أو لا تؤذي أحدا بذلك قال حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر وتضر الوليدة الأسد الوليدة الطفلة الصغيرة تضرب الأسد والأسد ينظر إليها ولا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها يعني حارسها كأنه كلبها حارسها وحافظها الأسد الذئب يعني في نهاية الزمان ستتغير الأحوال تماما وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله ترجمة نانسي قنقر